السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتابعات قناة ياسمين للخياطة والتفصيل ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بألف خير وصحة وعافية نبقى دايما مع الموديلات الصيفية وايضا مع القماش وللاغي بران عندي متر ونص من هذا القماش بالنسبة لعشاق البيي هذا الموديل رح يكون بالبيي عندي هنا ست مترات من البيي وعندي هذا القانون نصف متر فقط نحتاج الورطات كالتزين فقط معنش رح نحتاج القانون كامل والخيط طبعا كما نوصيكم دايما لبنات بنفس الدرجات اللون تلبيي على جهة الفينيسيون هذه السرعة اللي رح نحتاجها في هذا الموديل مره مباشرة تارت تفصيل كما عودكم دايما خطوة بخطوة وخاصة للمبتدئات هناك تطوية القماش من جهة الطور بهذه الطريقة نطوي أولا القماش من جهة الطور نحي حق المانش ومن بعد نعود نطوي القماش من جهة الأرض رح نحي القيمة المانش رح ندي قيمة 50 سنتيمتر كما راكم تلاحظوا القماش كي تطويه من جهة الطور الحاشية ولا ولا ليزير رح تلقوها على الجنب كي نطويه من جهة الأرض الحاشية رح تكون من جهة العلوية إذن نحي أولا حق المانش نحي هذه القطعة جانبا ونفصل معكم مباشرة تفصيل الداخل في الخارج من جهة الأرض كما راكم تلاحظوا هذه التفصيلة بنات من أسهل ما يكون ونبدأ نحط معكم القياسات بالنسبة للجهة المغلقة رح ندير فيها قيمة 33 سنتيمتر وهي جهة الأمام أما الجهة المقابلة وهي جهة المفتوحة رح ندير فيها قيمة 34 سنتيمتر هذي الجهة الأمامية وهذه الجهة المفتوحة من هنا رح ندير 33 سنتيمتر وهذه الجهة رح ندير فيها 34 سنتيمتر نفصل بناتهم بواسطة خط يكون مستقيم من بعد كي نفصل القطعة الأمامية على الخلفية رح نحط لكم كامل القياسات مش تفهموا أكثر لبنات لاحظوا معي بعد ما هزيت الجهة المغلقة حتها مباشرة عن الجهة الأمامية ونخلي الفرق تقع 1 سنتيمتر اللي راح يكون للخياتة تعظها دايما في التفصيل لبنات خاصة المبتدئة حاولوا دايما تبدأوا بالدورات اللي هي دورة الخسر ودورة الصدر وأيضا الدورة الوركين هذه تقع الصدر وهذه تقع الخسر وهذه تقع الأوراك حاولوا تحددوهم البعد بيناتهم حوالي 20 سنتيمتر كي تحددو هذه الخطوط لبنات التفصيل راح يجيكم ساهل جنتان نجيبو الشارط المتري عرض الكاتفين راح ندير فيه قيم 19 سنتيمتر فتحة الرقبة راح يكون فيها 8 سنتيمتر خلي 1 سنتيمتر حق الخياتة وننزل خط التركيز 21 سنتيمتر أفضل طايرة كبيرة لبنات دورة الصدر درت فيها 32 سنتيمتر ننزل مباشرة دورة الخسر بقيمة 20 سنتيمتر ونأين معكم دورة الخسر القياس تحها راح يكون 30 سنتيمتر وننزل بـ 20 سنتيمتر لخطة الأوراق ونحط القياس لي هو 34 سنتيمتر كي ما راكم تلاحظوا لبنات هذا القياس ما نحتاجوش دايما وما نفصلوش معاكم لإني ندي أقصى حد للإيفازي يعني هذا القياس راح يكون لداخل هذه طريقة تفصيل لبنات من هذه الزاوية راح نخج بقيمة 4 أو 4.5 سنتيمتر ونرسم معاكم حردة الإيبت طبعا ما تنسوش لبنات دايما في منتصف خط التركيز تخجو بقيمة 1 سنتيمتر هذا الخطوة مهمة جدا لبنات بها ما تجيكمش لقندورة من فوخة للجهة الأمامية في المنتصف تدخلوا بقيمة 1 سنتيمتر ركزوا معا يا لبنات هذا هو الباطرونب أسهل ما يكون ما تنسوش أيضا أنكم ترتفعوا للجهة السوفلية بها ما تجيكمش لقندورة طائحة نفصل معاكم القماش مباشرة نبدأ أولا نفصل حردة الإيبت عادي جدا ما ندخلش بهذيك القيمة 1 سنتيمتر من بعد نرفع القماش على الجهتين يعني هز طبقتين تأجيها الأمامية بكي ما راكم تلاحظوا والنحية هذيك الواحد سنتيمتر في الجهة الأمامية فقط أيضا ما تنسوش الميالانة الكاتف ترتفيه 2 سنتيمتر هذه طريقة تفصيل لبنات من أسهل ما يكون خطوة بخطوة لاحظوا معا يا الميالانة الجهة السوفلية ما تنسوش به ما تجيكمش لقندورة طائحة مباشرة على الماكينات الخياطة كما عودتكم دايما خاصة المبتدئات حاولوا دايما تخدموا بلافزين رقيقة هنا بنسبة للرقبة الخلفية العرض تحفيه 8 سنتيمتر والعمق راح ندير فيه حوالي 9 سنتيمتر في هذا الموديل الرقبة الخلفية راح تكون عادية جدا نرسمها بهذا الشكل نجيب ميقص هذا هو البطرم اللي تحصلت عليه هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه لبنات نمره مباشرة للرقبة الأمامية بالنسبة للعرض راح ندير فيه نفس القيمة 8 سنتيمتر وبالنسبة للعمق راح ندير فيه قيمة 21 سنتيمتر لبنات هذا العمق تهو 21 سنتيمتر ما هيش مفتوحة كامل الرقبة ونرسم هذا الشكل على شكل الرقبة لوزا باليد فقط من أسهل ما يكون من أفضل أنواع الرقبات هذا الرقبة لبنات كامل اللي خيطوا عندي يفضلوها نجيب ميقص هذا هو البطرم اللي تحصلت عليه نفتح معكم الرقبة من أسهل ما يكون نجيب هنا للخطوة الأساسية والمهمة في أي موديل اللي هي تسفاشت على الرقبة هذا خطوة أساسية جيدا خاصة في لافينيسيون لبنات كي ما عودكم دايما نسفج معاكم بالبيي كي نعيد الطرق كي ليسفج بالبيي وكي نعيد أيضا ليسفج بالقماش نفسه سواء تحطوا قطعة كبيرة من القماش وتسفجوا ولا تاخد مشارطة أو 2 سنتيمتر من نفس القماش وتسفجوا كي ما رح نخدم معاكم في هذا الموديل أسف هذا الموديل ما حبتش مولاتو أن ندير لها لتوالكولونت لأنه جاي شوية سخون يعني الأغلبية يرفضوها خاصة في جنادر الصيف لكن رح نشرح لكم لأنه كينا متتبعة سقسات نقلي هذه لتوالكولونت لبنات متوفرة بلونين كينا اللون الأبيض وكينا اللون الأسود جيها تلقوها حرشة بهذه الطريقة هذه الجيها رح تكون فيها لأكل وجيها هذه رح تكون نائمة الجيها الحرشة هي اللي رح تلسقني لأنه نحطوها للقماش ونفوتو لها الهديد الطريقة تعتصفاج بالتوالكولونت من أسهل ما يكون وأيضا تعطيكم فينيسيون روعة نحاول أني نشرح لكم نظريا فقط لأنه تطبيقين موش متوفر معايا في هذا الموديل إذن الطريقة اللي بنات هي أنكم تجيبوها لتوالكولونت اللون طبعا لحساب اللون تعقوها لشي المتوفرة عندكم تفتحوه وتحطوها للملمس الناعم لحظوا معايا لأكل على الجهة الخلفية أما الملمس الناعم هو اللي رح يقابلكم وتحطو القندرة على الوجه الصحيح بهذه الطريقة تفوتوا لها بخياطة على بعد 1 سنتيمتر يعني ترسموا نفس الشكل تعرقبة ولا تحاولوا ترسموا بالقلم بالنسبة لي المبتدئات تفوتوا لها كامل بالخياطة من بعد تنحيو لتوالكولونت في الوسط تقصوها والتوالكولونت وكلما ملفة نسفج معاكم عادي والدبرو لتوالكولونت آدي جدا كيتدبروا لبنات ما كمش راح تخيطوا وتلسقوا بالحديد هذه الخطوة تعولات السفاجة على لتوالكولونت من أسهل ما يكون ولكن أنا مفضل أني نستعمل الحديد وأيضا نفوت بخياطة أيضا كيتكملوا لتوالكولونت ودبروها على الجهة الخلفية يجبوا المقص لبنات قبل ما تفوتوا الحديد وحاولوا ترسموا نفس الشكل على الرقبة أنا جاءت لفينيسون يعني ما تخليوش لتوالكولونت هكاك مربعة ولا دائرية وكيتخيطوا الكتفين اجمعوها بنفس الطريقة لتوالكولونت الخدمتها كامل راح تكون بالحديد فقط لكن كنصيحة للمتتبعة اللي خلت للسؤال نتمنى أنها تشوف الفيديو وتشوف الإجابة حاولي فقط أن تدري لتوالكولونت تفوت ولا ومرة واحدة بالخياطة ثبت الرقبة أكثر نرجع للموز اللي معنا هنا راح نجمع الكتفين الرقبة الأممية والخلفية مع بعضهم بعد ما جمعت الكتفين بهذه الطريقة راح نسفج معاكم بهذه الطريقة تاريط العرتة أثنين سنتيمتر نحن نحط الجهة الخلفية لهذه الشريط على الوجه الصحيح للرقبة الأممية tb ونضغر على الرقبة الخلفية على بعد واحد سنتيمتر نقدن نفس الشكل تعراقبة بهذه الطريقة وكي نوصل للزاوية ندير ثانية صغيرة بهذا الشكل أي زاوية تكون معكم في الرقبة حاولوا تديروا الثانية بهذه الطريقة ودوروا القماش على الجهة المقابلة وتكملوا وتحددوا نفس الشكل تعراقبة على بعد واحد سنتيمتر فقط هذا الطريقة أيضا من أسهل ما يكون وتمدلكون في نيسيون روعة لحظوا معي بعد ما كملت الخياطة ندوروا الشريط بهذه الطريقة هنا تقدروا تستعملوا هذا الطريق على الشريط بالقماش ولا تحطوا قطعة كبيرة للقماش بعد ما كملت درتكوفة صغيرة على بعد واحد سنتيمتر لحظوا معي النتيجة التي تتحصلوا عليها التي تحب تخيط بالبيئة ولا تسفج بالبيئة كما تحبوا هنا رح نستعمل معكم البيئة على شكل تزيين فقط نحاول أن نرسم الشكل ولا الخطوط اللي رح تكون معي في الرقبة الأمامية لحظوا معي الطريقة رح نرسم ثلاث خطوط والتقاطع رح يكون في الوسط وانتوا ما تقدروا تعتمدوا أي شكل نسبكم خاصة في هذه الموديلة البيئة نحظوا معي النتيجة رح نعطيكم القياسات البعد بين كل خط وخط رح يكون ثنين سنتيمتر ونرسم خطوط مائلة بهذه الطريقة هنا في النهايات نحاول كل خط مباد عليه بثنين سنتيمتر وفي البداية رح نحاول ننزل على كل خط بثنين سنتيمتر ذوك تفهموا معي لبنات الشكل أكثر بالنسبة للبيئة لبنات حاولوا تطويها على ثنين بهذه الطريقة الجهة المفتوحة هي اللي رح تكون من الجهة المقابلة للرقبة نطوي البيئة على ثنين من الجهة المفتوحة ونخيط هنا في المنتصف حاولوا تأدلوا القمش مليح البنات وأيضا ببيئة حاولوا ما تزيروا شي ياسر يعني خليوا على رحتو بهم ما يجبد لكمش القمش كتسكدوا الخياطة ما تنسوش البوانداري لحظوا معي الخط الأول هنا الخط الأول هني درت من الأمام ومن الخلف نبدأ بالخط الثاني على بعد ثنين سنتيمتر على النهاية وفي الكتفين رايحة ننزل بقيمة ثنين سنتيمتر ذوك تشوفوا معي البنات الشكل بالضبط دايما نخيط من الجهة المفتوحة هنا نبدأ بها هي الأولى نكمل الخياطة وكي نوصل البنات للتقاطع نحاول نخرج الخط الأول على بعد ثنين سنتيمتر كي مرحكم تلاحظوا يعني الجهة العلوية ننزل بثنين سنتيمتر والجهة السفلية نزيد ثنين سنتيمتر كي مرحو موضح أمانكم بنفس الطريقة هح نرسم معاكم الخط الثالث العلوية ننزل بثنين سنتيمتر والسفلية نزيد ثنين سنتيمتر هذه النتجة التي تحصلت عليها كي مرحكم تلاحظوا البنات من أسهل ما يكون الخياطة تلبي نجيب معاكم هذا النصف متر لقالون لبنات لاحظوا معاكم هذه الوردات لبنات الشكل تحمجها كبير وما متش فور ممليحها للصدر ولا للقندورة حاولت أني نحي هذه الوردات الكبيرة ونتحصل على هذه الوردات الصغيرة فقط وبالنسبة لكم عندكم حرية الاختيار تستعملوا الوردات الكبيرة ولا صغيرة ولا زينوا بلي بارل فقط كما قلت لكم نجيب هنا للمانش للأسف البنات راح للمقطع مولات الموديل حبت أن يكونوا عندها مراوحة كبار بهذه الطريقة دقت فيهم قيمة 30 على 30 سنتيمتر وكأنهم منش كوربي كبير لبنات بهذا الشكل أحظوا معي القياسات فيهم 30 على 30 سنتيمتر سفجت النهاية المانش عادي جدا بالبيه حطيته على الوجه الصحيح خيطتهم بعد دبرت البيه وعودت الخياطة طريقة الخياطة السهلة نحن نجيب هنا معكم منتصف تلك كتفين طريقة لتلسق بها هذا المانش من أسهل ما يكون نحط المنتصف مع المنتصف واللسق كامل هذه النتيجة التي تحصلت لها بالنسبة لتحب هذا المانش يكونوا مستورين يبقى لي فقط أني نجمع القندرة على الجنبين لاحظوا معي لبنات النتيجة النهائية الإيفازي على الجهة السفلية في 70 سنتيمتر جاية عريضة ما شاء الله هذه النتيجة التي تحصلت لها من أسهل وأبسط ما يكون في كل نهاية دقت هذه الوردات وليمانش كما راكم تشوفوا فالفاضين وخفاف وأيضا مصطورين الفصل الصيف تقدروا تعتمدوا هذا الموديل لأمها تكون تخيطوها راح يعجب لهم صدقوني راح يكون تحفى في اللي بستعوه اللي تحب هذا الموديل لها يعني تقدروا تخيطوه للكبار وصغار تبدل فقط في الشكل تالمانش كما تحبوا تديروا مربحة صغار خلاص تستعملوا الأرض تحفى حوالي 15 سنتيمتر والموديل حيكون تحفى هنا نكون وصلت معاكم من نهاية الفيديو لانتمنى فعلا أن هذا الموديل يكون لإعجابكم والشرح يكون موافقة وليفقط في التعليقات نتلاقوا إن شاء الله في فيديو جديد وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتو